بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة اليوم هي الحل الحراري لتكوين الأستلين وتكملة للمحاضرات السابقة ضمن مقرر البترو كيميائيات فعادة يستخدم الأستلين كمادة أولية في إنتاج العديد من المنتجات البترو كيميائية سواء كانت وسطية أو نهائية فتقريبا يستغل حوالي 33% من الأستلين المنتج بالعالم في إنتاج البي بي سي البولي فانالكلورايد الأستلين وهي أج سي أل رح ينطيني الفانالكلورايد والفانالكلورايد عد بالمورتر رح ينطيني البي بي سي وهو من أشهر الصناعات البلاستيكية بالأنابي بوغيرها أيضا تقريبا 26% من عنده يستغل في إنتاج الأكرايليت هذه المركبات بتفاعل الأستلين مع أول أكسيد الكاربون ووجود عوامل مساعدة فرح ينطيني الأكريليك أسيد ومشتقات الأكريليك 17% من عنده يستغل بإنتاج الفانال أستييت هذا اللي نشوفه وبوليمورات الفانال أستييت أيضا من البوليمورات المهمة جدا ومن الفانال أستييت أو البوليفانال أستييت أيضا نسوي عملية تحلل مائي للأستييت فينطيني بوليفانال الكحول إلى استخدامات العديدة الكثيرة وأيضا ممكن أنه يستخدم الأستيليم بإنتاج كثير من المركبات أو المذيبات الكلورينية لذلك الأهمية الاقتصادية جدا عالية للأستيليم نسوي فول سكرين أفضل العملية الأولى اللي ممكن أنه يتم تصنيع الأستيليم بها يسمونها بعمليات عمليات وولف وولف بروسس ينتج الأستيليم بهذه العملية بالاعتماد على تفاعلات الحل الحراري للهايدروكاربونات البارافينية مثل ما نشوف أنه لما ياخذ البيوتان ممكن أنه يحصل من عنده على الأستيليم مع غاز الأثيليم وغاز أولوكسيدي كاربون مع الهايدروجين الأثيليم ممكن أنه أيضا يصير بعملية انتزاع هيدروجين وينطيني الأستيليم وينطيني جزيعة هيدروجين أيضا الميثان ممكن أن يصير عملية دايموريزيشن دايموريزيشن نسميها يعني ازدواج ذرتين كاربون وينطيني أيضا الأستيليم والجزيعة الهايدروجين فعادة يعتبر الغاز الطبيعي من المواد الأولية الأساسية لهذه العملية والحصيلة الإنتاجية تكون بين 25 إلى 50% مثل ما نشوف بهذه المفاعل اللي أمامنا أنه عمليات الحل الحراري تجري عادة اللي يسوونها بأزواج من الأفران تكون مبطنة بالآجر هذا الأنواع من الطابوق اللي يسمونه الآجر اللي يكون مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة من اسمها الحل الحراري معناته أنا جاي أستخدم درجات حرارة حالية لذلك يبطن المفاعلات تبطن الأفران بالآجر نوع من الآجر اللي يكون مقاوم لدرجات الحرارة العالية تعمل هاي الأفران احنا قلنا أزواج من الأفران حتى تعمل بشكل متناوب فيكون أحد الأفران بمرحلة التسخين والثاني يكون بمرحلة الحل الحراري وعادة تستمر لعملية الحل الحراري إلى أن يبرد الفرن ليش لأنه تفاعلات الحل الحراري أصلا هي تفاعلات ماصة للحرارة فجقدما أنا جاي أنطي حرارة رح كل ما يتكون عندي الأستلين كل ما يتمشي عملية الحل الحراري كل ما درجة الحرارة العالية رح تنخفض نتيجة أنه تفاعلاتنا هي من التفاعلات الماصة للحرارة فالفرن اللي تنزل بدرجة حرارة إلى أقل من اللي مطلوب رح نحول بمجرى المواد الأولية من هذا الفرن إلى الفرن الآخر اللي يكون هو مسخن وجاهز وبهالشكل راح تتناوب العملية بعد ما تخرج الغازات من فرن الحل الحراري لازم يصير لها عملية تبريد مفاجئ كونش نسميها وعادة يستخدمون الماء ديش لأن الأسترين أيضا بدرجات الحرارة العالية من يتكون ممكن يتفكك فما سوينا شيء لذلك بمجرد أن يتكون ويخرج من الفرن لازم نسوي لعملية تبريد مفاجئ اللي يسمونها كونش حتى أحصل على الأسترين بدون ما يتفكك زمن المكوث بالتيار الغازي بالفرن هي 0.1 ثانية جزء من الثانية وبعد ما نفصل الأسترين من التيار الغازي اللي يطلع من فرن الحل الحراري راح نستخدم الجزء المتبقي إحنا شنو قلنا قلنا الحصيلة الإنتاجية بين 25 إلى 50% بمعنى راح يبقى كمية من الغاز الطبيعي اللي استخدمناه كمادة أولية راح يبقى كمية كبيرة من عندها بالفرن هاي الكمية تستغل لعملية التسخين للفرن اللي برد عندي الحصيلة دائما تعتمد على نوع الهايدروكاربون المستخدم إحنا الغاز الطبيعي شنو قلنا قلنا هو عبارة ميثان إيثان بروبان بيوتان ممكن نستخدم المركبات للنفثة الحلقية أيضا فالحصيلة راح تعتمد على نوع الهايدروكاربون المستخدم فاذا استخدمنا إيثان أو بروبان فهم مرغوبين جدا بهذه العملية بينما الميثان ما ملائم ليش؟ لأن الميثان راح يحتاج إلى درجات جدا عالية عملية التماس بين الغاز والآجر هذا اللي مبطنين الفرن بي ما تكون بدرجات حرارية مناسبة لأن يتحول الميثان إلى الأستنين لذلك الميثان غير مرغوب به أو غير ملائم في هذه العملية النفثة أيضا غير ملائمة ليش؟ لأنه النفثة ممكن تسبب لي أو تكون لي كميات كبيرة من القير وهذا القير راح يترسب بالأفران ويسبب لي مشاكل كلش كبيرة وصعوبات جدا كبيرة في تشغيل العملية وعادة مثل ما شفنا بهذه التفاعلات أمامنا أنه راح تتكون عندي نواتج عرضية بهاي العملية أهمها الأثيلين أولو أكسيد الكاربون الهايدروجين لو نكسر أيضا راح يتكون عندي الميثان فالكثير من النواتج عرضية أيضا راح تتكون المفروض أن الأسترين يكون عندي وحدات لعملية الفصل واستخلاصه من هذه النواتج عرضية حتى يكون جاهز للعمل اللي أنا أريده بالتطبيق اللي أنا أريده الطريقة الثانية اللي هو إنتاج الأسترين بواسطة أكسدة جزئية للغاز الطبيعي نسميها الساكس بروسس هاي العملية من أسمها أكسدة جزئية معناتها أنه مو أكسدة كاملة معناتها كمية الأكسيجين اللي أضيفها مسيطر عليها ما تكون بكميات هائلة فالتفاعلات نشوفها أنه الميثان هذا هنا تعتمد على الميثان بوجود الكمية غير كافية من الأكسيجين مو كمية هائلة من الأكسيجين فرح يتحول عندي إلى سي أو تو زائد أش تو أو والميثان جزئية الميثان أيضا ممكن أنه تتحول إلى الأسترين وتنطيني ثلاثة مول من الهايدروجين هاي العملية تعرف أيضا بعمليات اللهب اللي نسميها فليم بروسس لأنه نشوف الأفران الفرن مالتي يستخدم اللهب كمصدر للحرارة وعادة يوجد نوعان من العمليات اللي تعتمد على اللهب التسخين الأولى نسميها عمليات ذات المرحلة الواحدة بحيث يحرق جزء من الهايدروكاربون بوجود كمية مثل ما قلنا غير كافية من الأكسيجين فالحرارة رح تنتقل مباشرة إلى المواد الأولية فاش يصير تعاني الهايدروكاربونات المتبقية يعني جزء من الهايدروكاربونات رح يشتعل ويحترق وينطيني الحرارة والجزء المتبقي من الهايدروكاربونات اللي خليتها رح تعاني من تفاعلات الحل الحراري اللي تأدي إلى تكوين الأسترين النوع الآخر من العمليات هي العمليات ذات المرحلتين بحيث يصير عملية قذف للهايدروكاربون إلى اللهب اللهب ميان ينتج من حرق النسب من الأكسيجين والهايدروكاربون فينطيني لهب عالي فرح نقذب به الهايدروكاربون على هذا اللهب وعادة مثل ما نشوف بالمعادلة الميثان هو أكثر المواد أولية مناسبة بهاي العملية عكس العملية السابقة كان الميثان غير مفضل بها ليش؟ لأنه كانت تحتاج للعملية السابقة إلى درجات حرارية عالية وتبطين الفرن بالآجر المقاومة لدرجات حرارية عالية ما يوصلني إلى الدرجة الحرارية العالية اللي ممكن أن يتحول بها الميثان إلى الأسترين بينما هنا بسبب وجود اللهب فرح ينطيني درجة حرارة جيدة بحيث تكون كافية إلى أن يتكون عندي عمليات الحل الحراري ويتكون الأسترين عادة الغاز الطبيعي نسخنه قبل أن ندخل الفرن يسخن تقريبا إلى درجة 510 ومن وراها نمرره بالفرن الحرق اللي نسميه فرن التحويل هذا الأفران مالتهية بالحقيقة هي عبارة عن تراكيب أسطوانية عمودية تكون محتوية على نسميها ثلاث تجاويف أو ثلاث غرف هذه الغرف أو التجاويف وحدة من عدها تكون غرفة مزج والأخرى تكون غرفة احتراق والأخيرة تكون غرفة التبريد المفاجئ أو البجائي فأول غرفة من اسمها غرفة المزج رح نمزج الميثان مع الأوكسجين ومن ثم يروح إلى غرفة الاحتراق اللي بيها الفليم ورح يحترق الغاز ويتحول الميثان إلى الأستليم بعمليات الحل الحراري ومجرد أن يطلع رح يروح إلى غرفة أخرى نضيف للماء بعملية التبريد المفاجئ حتى أحصل على الأستليم عادة الغاز الطبيعي يمزج مع الأوكسجين قلنا بغرفة المزج وبعدين نغذي الغازات إلى غرفة الحرق حرارة الاحتراق ترفع درجة حرارة الفرن تقريبا إلى 1550 درجة مئوية فبهاي الدرجة شوف الدرجة شقد عالية رح يسبب عمليات الحل الحراري المثال ويتكون عندي الأستليم الزمن اللي يمكث به الغاز في فرن الحرق جدا قليل تقريبا 0.01 إلى 0.001 بالجزء من الثانية يعني 1% إلى 1% من الثانية فقط اللي يحتاج المثال أن يكون في غرفة الحل الحراري أو غرفة الحرق حتى يعاني من عمليات التحل الحراري ويتحول إلى الأستليم بغرفة التبريد رح نبرد المزيج بسرعة بنستخدم تيار من الماي فرح ننزل تقريبا إلى درجة 40 درجة مئوية والغرض الأساسي مثل ما قلنا من عملية التبريد المفاجئ هو حتى أمنع تفكك الأستليم اللي يتكون فالتيار اللي هنا كومبريسر رح يضغط ويطلع لي للغازات وطبعا رح تروح هاي مننا إلى أعمدة للاستخلاص والفصل وغيرها فالتيار اللي رح يطلع رح يحتوي على 8% فقط من الأستليم رح يحتوي على كمية هائلة شوفناها 3 مول من الهايدروجين 54% من الهايدروجين رح يحتوي على 26% تقريبا غاز أول أوكسيد الكاربون 5% من الميثان يبقى ما متفاعل 4% رح يكون من غاز ثاني أوكسيد الكاربون وأيضا رح تكون عندي كميات قليلة جدا من النايدروجين وبنفس الوقت رح يتكون عندي كميات من الكاربون الأسود تترسب بالفرن تقريبا 26 كيلو جرام من الكاربون الأسود لكل طن ينتج من الأستلين وهذا الكاربون لازم نفصله ونطلعه حتى لا يسبب لي عمليات عرقلة لإنتاج الأستلين لأنه ممكن أنه يكون عازل ويقلل درجات الحرارة اللي مطلوبة الطريقة الثالثة نسميها طريقة القوس الكهربائي لإنتاج الأستلين إذا ما أخذين الكيمياء الآلية فوحدة من أهم طرق التسخين باستخدام الكهرباء نسميها طريقة القوس الكهربائي لتنطيني درجات حرارية عالية جدا بفترات زمنية قصيرة بمعنى أنه ما يحتاج أنه أنا أسقن الفرن وأحضره بمجرد أنه أشغل طريقة القوس الكهربائي كطريقة الحرارية مجرد أنه أبدي بالتشغيل رأساً في طين درجة الحرارة اللي أنا أريدها فتعتبر عادة طريقة القوس الكهربائي من أكثر الطرق التسخين ملائمة للتسخين السريع يعني ما أتعطل مو أقعد أسقن الأفران وأنتظر وأشهر العمليات اللي طورت لإنتاج الأسترين باستخدام طريقة القوس عندي طريقتين بالحقيقة اللي هي فاربن بروسس نسميها والهيولز بروسس بالنسبة إلى هيولز التيار الغازي رحي ندخله إلى القوس الكهربائي هذا القوس الكهربائي يسمونا بالـ ARC يبلغ طول القوس بحجود متر واحد يكون الدخول بشكل مماس بحيث يوضع القوس الكهربائي بين قطب كاثود يكون مبرد بالماء وقطب آنود أيضا يكون مبرد القطبين يكون على شكل أنابيب القطب الكاثود والآنود يكونون على شكل أنابيب ونمر تيار الغازي خلال جزء من هذا القوس الكهربائي فتقريبا 0.002 من الثانية 2 بالألف من الثانية فشوف التفاعلات بسبب درجات الحرارة عليها جد تفاعلات سريعة فتبلغ درجة الحرارة للقصوى تقريبا داخل قوس التسخين بحدود 1600 درجة مئوية فهذه الدرجة تكون جدا كافية إلى أن تحول الهايدروكاربوناتس خاصة الميثان إلى الأستيلين ومن بعدها راح يطلع من هذه الأنابيب القوس ويبرد خارج أنابيب القوس تبرد تقريبا إلى درجة 1200 ويتم ذلك بإدخال تيار من الهايدروكاربون اللي يحتوي على ذرات كاربون من C2 إلى C4 يعني إيثان، بروبان، بيوتان هنا يعني العملية التبريد ما تكون بالماء راح تكون بالهايدروكاربون بالغاز الطبيعي اللي موجود هو اللي راح يبرد فهذه أيضا شنو راح يصير راح تعاني أيضا تفاعلات الحراري فتكون لي الأثيلين والكينات أخرى وتكون لي أيضا أستيلين ومن بعدها من تبرد إلى درجة معينة من بعدها نبرد المزيج الغازي بالماء تقريبا إلى درجة حرارة 200 مئوي حصيلة هذه العملية 45% لكن من أهم مساوء هاي الطريقة هو أنها مستهلكة جدا للطاقة الكهربائية والطاقة الكهربائية باهظة التكاليف فالعملية تكون مكلفة اقتصاديا قلنا راح نستخدم هنانا كاثود وآنود ونعرف احنا بالكيمياء الفيزيائية وبالفيزياء الكاثود والآنود ممكن أنه اثنين هم يستهلكون مع الوقت فعمر الكاثود بحدود 800 ساعة الكفيني بالإنتاج وعمر الآنود 150 ساعة فمن بعدها لازم أجيب أقطاب جديدة بين الكاثود والآنود وأركبها بالقوس بالمفاعلات الجزء الغازي اللي راح يطلع من القوس راح يكون تقريبا 35% من عنده هو أستيلين فنشوف الحصيلة أكثر من الطرق السابقة 17% ينطيني أثيلين و10% من الكاربون وأيضا ينطيني الهايدروجين ونسب قليلة من نواتج عرضية أخرى أكو عملية أخرى نسميها بالديو بونت هي شركة معروفة هذه تختلف عن طريقة هيوز بحيث يتم تدوير القوس الكهربائي باستخدام ملف مغناطيسي خارجي وعمليات التبريد هنا بطريقة الديو بونت تصير على مرحلتين المرحلة الأولى يستخدمون البروبان السائل وبالمرحلة الثانية يستخدمون الماء للتبريد بينما بطريقة القوس شنو قلنا يستخدم مزيج من الهايدرو كاربونات إيثان بروبان بيوتان من سي 2 إلى سي 4 للتبريد الأولي ومن ثم يبرد بالماء ديو بونت لا راح يستخدم البروبان السائل ومن ثم يستخدم الماء فأول عملية أو بالمرحلة الأولى البروبان اللي احنا جاي نخلي بنفس الكيفية اللي شفناها بالقوس البروبان اللي راح نخليه حتى يبرد هو أيضا راح يعاني من عمليات الحرارة نتيجة درجات الحرارة العالية فيسبب لي عملية يعني هاي العملية من الحرارة للبروبان راح تنتج لي زيادة من الأسترين فتزيد الحصيلة اللي تطلع لي من الأسترين بطريقة الديوب بونت كجوانب اقتصادية هل هو اقتصادي أنه ننتج الأسترين لو مو اقتصادي فعادة قبل لا نبدي بالجوانب الاقتصادية أنه مزيج الأسترين والهواء وأيضا الأسترين المسال يعتبرون من المواد الشديدة للفجار لذلك التعامل لازم يكون ويا بحذر عملية التعامل بحذر معناتها مكلفة اقتصاديا لذلك هذه أيضا تدخل ضمن الجوانب الاقتصادية لطرق انتاج الأسترين لذلك الأسترين ينافس الأسترين بالكثير من الاستخدامات لأول شي تكاليف انتاجه قلي أقل لعدة أسباب أهم هي أنه مثل ما شفنا بصناعة الأسترين جاي يستهلك كميات كبيرة جدا من الطاقة الكربائية ليش لأنه يحتاج إلى درجات حرارة للتفاعل كلش عالية 1500 إلى 1600 درجة مئوية ومن بعدها هاي الطاقة العالية وهاي درجات الحارة العالية راح تضيع هباء رأسا راح أسوي عملية تبريد مفاجئ الغازات فرح أخسرها بالرغم أنه هي مكلفة جدا حتى أسوي هاي الدرجات الحرارية المرتفعة لكن في لحظة راح أسوي عملية كوينش بتبريد مفاجئ وأخسر هاي الحرارة فرح أخسر طاقة بشكل كلش كبير بصناعة الأثيلين ما راح نحتاج إلى سرعة تبريد عالية ولا راح نحتاج إلى درجات حرارة إلى 1500-1600 مثل ما شفنا بالمحاضرة السابقة بدل 800-900 كلش كافي لدرجات لعمليات الحرارة لتكوين الأثيلين أيضا المفاعلات اللي نستخدمها بصناعة الأستيلين تطلب تصاميم أكثر تحقيد مثل ما شفنا هسد النبوبية وأنود وكاثود وغيرها فالمفاعلات اللي تستخدم تكون معقدة وهذا التعقيد بالمفاعلات راح يزيد لكلفة إضافية تضاف إلى تكاليف فصل الأستيلين بالاستخلاص والتقطير وغيرها بينما فصل الأثيلين يتم فقط باستخدام التقطير وهذه الصورة أمامنا نبين أنه إذن يعني اللي عندهم معرفة بأمور اللحام تستخدم الأستيلين كمادة أساسية بخلطة مع الهواء مع الأكسجين لإنتاج الشعلة الأكسي أستيلينية اللي هي درجة حرارة جدا عالية بحيث هنا ممكن يقطع الحديد بسهولة الموضوع الآخر الآن الحل الحراري لإنتاج البيوتينات والبيوتاداين أخذنا الحراري لتكوين الأثيلين أخذنا الحراري للأستيلين الآن الحل الحراري لإنتاج البيوتينات والبيوتاداين فالبيوتين هو C4H8 لما يكون عندي آصرة مزدوجة واحدة بأربع ذرات كاربون فهو بيوتين البيوتان هو C4H10 فمن البيوتان أقدر أسوي إلى عملية سحب جزئة هيدروجين من طرفين فرح يصير طرفين ذرات كاربون اللي ينسحبوا من عندهم تصير مكانهم آصرة مزدوجة يتحول إلى الألكين لو أسوي عملية إضافية أخرى من الديهايدروجين رح أسحبها جزئة هيدروجين أخرى فرح تتكون عندي آصرتين مزدوجة وينتج عندي هذا اللي ينسمي واحد ثلاثة بيوتا داين وينطيني لأن كل مرحلة رح يأخذ هيدروجين فينطيني من محصلة جزئتين من الهايدروجين والتفاعل بسيط مثل ما جاي نشوفها أنه التفاعل البيوتان بوجود بعض الحوامل المساعدة رح ينتج لي البيوتين سبب أنه زيادة الطلب على البيوتينات والبيوتاداين البيوتاداين طبعا يدخل بإنتاج المطاط البيوتيلي والبوليمرات المطاطية الأخرى مثل مطاط الاستايرين البيوتاداين لذلك الطلب على البيوتين والبيوتاداين ارتفع بشكل كلش كبير نتيجة الحاجة إلى في عملية إنتاج مطاط البيوتاداين ومطاط الستايرين البيوتاداين اللي نسميه بالSPR عادة البيوتاداين والبيوتينات الأخرى من أقول بيوتينات شون أقصد واحد بيوتين أو تو بيوتين أو آيزو بيوتين فهذه البيوتاداين والبيوتينات الأخرى عادة تتكون كنواتج عرضية بعمليات الحل الحراري لما أريد أكون الأثيلين والبروبيلين بس الكميات اللي تتكون من اسمها كنواتج عرضية تكون قليلة ما تسد الطلب اللي السوق يريده أكثر حتى ينتج لي مثل ما قلنا على سبيل المطاطة البيوتاداين والاستارين البيوتاداين لذلك لازم يسوون عمليات وطرق تشغيل خاصة لإنتاج فقط البيوتينات والبيوتاداينات وأهم هذه الطرق هي عمليات الحل الحراري للبيوتان مثل ما نشوف بيوتان بعمليات الحل الحراري من أقول حل حراري معناته جاي أسخن رح يفقد جزيئة هايدروجين يتحول إلى بيوتين لما استمر بعملية التسخين رح يفقد جزيئة هايدروجين ثانية وينطيني البيوتاداين مثل ما نشوف لنا أنه عملية الإنتاج تجري باستخدام بعض العوامل المساعدة المتكونة من أوكسيد الحديد اللي يحتوي على كمية من أوكسيد الكروميك وكاربونات البوتاسيوم عادة تجري العملية بدرجة حرارة بين 600 إلى 700 ميئوي زيادة درجة الحرارة تزيد من سرعة التفاعل بس بنفس الوقت رح تأثر على اتجاه التوازن بحيث تأدي إلى حدوث تفاعلات النوب الحل الحراري إلى المواد المتفاعلة يعني تكون عندي البيوتين تكون عندي البيوتاداين لكن إذا زي درجة حرارة ممكن لا رح يتكسر ويرجع لي إلى المواد الأولية أو البيوتاداين والبيوتينات بدرجات الحرارة العالية أيضا يعاني من عملية بالمرة فإن طيني بولي بيوتين أو بولي بيوتين فرح أخسر البيوتين اللي أنا أريده أو الواحد ثلاثة بيوتاداين لذلك درجة الحرارة تزيد سرعة التفاعل ولكن ما تفيدني لأنه رح تطيني نواتج أخرى غير البيوتين وغير البيوتاداين كطرق إنتاج البيوتاداين عادة لو استخدمنا من البيوتان الاعتيادي يقول أنه ترافق صناعة البيوتاداين من البيوتان مشاكل وصعوبات أكثر مما لو بدينا من البيوتين نفسه يعني لو بدينا من هاي البيوتينات عملية تكوين البيوتاداين تكون أسهل مما لو بدأنا من البيوتان نفسه فعادة نسبة التحويل إلى البيوتاداين إذا استخدمنا البيوتان ما تجاوز 14% بينما إذا بدنا من البيوتينات راح تنطيني 50% نسبة التحويل العملية اللي تعتمد على تحويل البيوتان إلى البيوتاداين تكون شديدة التأثر بضغط فعلى سبيل المثال عند استخدام نفس درجة الحرارة لكن ضغط 0.167 جو راح تزداد الحصيلة من 14% إلى 49% يعني أنا بالجو الاعتيادي تحت الضغوط الاعتيادي البيوتان لما حوله إلى الواحد ثلاثة بيوتاداين راح يكون الحصيلة مالة 14% بس إذا استخدم ضغط خلق له الضغط إلى 0.167 جو راح ترتفع الحصيلة من 14% تصير 49% أهم العمليات اللي تستخدم في الصناعة لإنتاج البيوتاداين من البيوتان هو طريقة نسميها الهودري بروسس هنانا راح يسخنون البيوتان راح يسخن البيوتان راح يسخن إلى درجة تقريبا 620 مئوي وندخله إلى المفاعل هذا المفاعل مالتنا يكون تحت ضغط تقريبا 0.2 جو بالمفاعل عندي طبقة من العامل المساعدة تكون بنفس درجة حرارة التفاعل بسبب مثل ما شفنا قبل شوية أنه قلنا تفاعلات الحل الحراري تعتبر تفاعلات ماصة للحرارة لذلك نحاول نعوض بالحرارة ما نخلي الحرارة تنزل يعني إذا نزلت الحرارة عن المطلوب ما راح تصير عمليات حل حرارة عندي فبسبب أنه تفاعل ماصة للحرارة راح تأدي إلى انخفاض درجة الحرارة بالموقع المالحام المساعد فتنخفض الحرارة إلى 600 تقريبا من توقف إلى 600 لازم نوقف ضغط البيوتان لازم نرجع نصعد فوق الـ 620 يلا نضخ البيوتان حتى نضمن عملية إجراء عمليات الحل الحراري حتى يتكون عندي البيوت تداهيم الهايدرو جين عادة يسحب اللي راح يتكون يسحب من المفاعل ويمرر هواء ساخن حتى نحرق الكاربون اللي يترسب دائما عمليات الحل الحراري لأنه حرارة حالية في قسم من الهايدرو كاربون راح يتفكك بالكامل وينطيني كاربون بلاك الفحم هذا الفحم أو هذا الكاربون إذا ترسب رح يعزل يقلل درجة الحرارة لذلك لازم نتخلص من عنده وعادة هنا بهذه الطريقة هودري يمررون هو ساخن يحرق هذا الكاربون ويطلع من المفاعل على هلأساس لازم إذا أريد العملية تكون كونتينيو السيستم عملية مستمرة لازم نستخدم عدة مفاعلات بشكل متواري حصيلة البيوتاداين نانا راح تكون تقريباً 60% كحصيلة ونسبة التحويل 50% العملية تستغرق بين 15 إلى 35 دقيقة والمفاعلات اللي تستخدم تكون من الفولاذ يعني المعدن مالتها الفولاذ وتكون مبطنة مثل ما قلنا بالسيراميك صناعة البيوتاداين من البيوتينات يتم إنتاج كميات كبيرة من البيوتاداين بعملية الإزالة الهايدروجينية الحفاظة يعني أنا شنوار عندي هذا المركب اللي هي البيوتين بآصرة مزدوجة فلازم أسوي ديهايدروجينيشن أنتزع ذر جزائعة هيدروجين من ذرتين كاربون أخرى حتى أدخل آصرة مزدوجة فالعملية نسميها ديهايدروجينيشن وهنا نسميها حفاظة ليش لأنه جاي نستخدم عوامل مساعدة فعادة تنتج كميات كبيرة من البيوتاداين بعمليات هذه الإزالة الهايدروجينية الحفاظة للبيوتينات الاعتيادية وحتى نقلل من ترسب الكاربون لازم نسوي العملية تحت ضغط جزئي واطئ ونستخدم بخار المايك كمخفف وعملية تنقية البيوتاداين تكون بعملية الاستخلاص والتقطير والنقاول بحيث النقاول اللي أنا لازم أحصل عليها من البيوتاداين حتى أروح أقدر أشتغل بها بالمطاط وغيرها لازم تكون بين 98 إلى 99% بشكل نقي أهم عمليات الفصل اللي تستخدم هي التقطير الاستخلاصي إذا نذكر في كيمياء النفط وحدة من طرق التقطير سميناها التقطير الاستخلاصي اللي يستخدمون بها مذيب إضافة إلى عملية التقطير وهنا يستخدمون عادة الفورفرال أو الأسيتون كمذيبات الطريقة الأخرى هي صناعة البيوتاداين بإزالة الهايدروجين تحت الظروف مؤكسدة هنا أيضا عندي ديهايدروجينيشن لكن أضيف عوامل مؤكسدة لذلك نسميها تحت الظروف مؤكسدة هذه تعتبر عملية مطورة وتكون من مرحلتين بالمرحلة الأولى يتم إنتاج البيوتين من البيوتان شوف بدينا بي من هنا من البيوتان حتى ننتج أول شيء البيوتينات فالمرحلة الأولى هو إنتاج البيوتين من البيوتان الاعتيادية بالطرق الاعتيادية اللي شفناها قبل شوية والمرحلة الثانية يصير عملية تحويل هاي البيوتينات إلى البيوتاداين المطلوب وأيضا العملية هي نفسها عملية الديهايدروجينيشن عملية الإزالة الهايدروجينية لكن نسميها تأكسجية بسبب أنه راح نمزج البيوتين اللي ينتج بالمرحلة الأولى مع مزيج من الهواء والبخار المضغوط ونسخنه ونمره على العامل المساعد اللي هو يتكون من أوكسيد البزموت وأوكسيد المولوبيديوم عند درجة حرارة تقريبا بين 450 إلى 550 درجة مئوية والحصيلة بهاي العملية جدا عالية تقريبا 90% حصيلة مالتها هذه العملية تمتلك مزايا على الطرق الأخرى أنه هي تعمل بدرجات حرارية أوطئ ونسبة التحويل والحصيلة مالتها الإنتاجية أعلى بكثير هناك طريقة أخرى ثمن إزالة الهايدروجين بوجود اليود بدرجات حرارة تقريبا بين 500 إلى 550 مئوية فنشوف مثل ما نشوفها بالتفاعلات اللي أمامنا أنه نبدي بالبيوتان مع 2 مول من اليود فرح يصير عندي عملية سحب HI يعني جزيئات HI فأربعة بالحقيقة أربعة هيدروجينات لازم أسحب كل ذرة كاربون لازم ينسحب منها هيدروجين حتى يكون عندي زوج من الأواصر المزدوجة و4HI ينطيني هذا الحامض هذا الحامض بعملية الأكسادة طالما أدخل أكسجين رح أرجع أحوله إلى اليود ويطلع لي الماي وهذا اليود ممكن أستخدمه مرة أخرى بالمفاعل يعني ما أخسر العامل المساعد اللي هو اليود ترجمة نانسي قنقر